الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أما السؤال الأول هل كل المزروعات عليها زكاة أم لا أم الأصناف الخمسة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول وبالله تعالى التوفيق هذه المسألة يمكن تكسيدها وصياغتها بصياغة أخرى أما الأصناف الخمسة فليس هناك اقتصار عليها لأن الجماهير الحقون بها ما يؤكل ويكال ويدخر فليست الأصناف الخمسة فحسب لكن السؤال بصورة أوسعة يعني أو بصورة بصياغة أخرى هل خضروات عليها زكاة أم أن الذي عليه زكاة ما يكال أو يوزن ويدخر فالجمهور من أهل العلم يقولون الخضروات ليس عليها زكاة ويقولون إن النبي لما أرسل معاذا إلى اليمن ما كان معاذ يأخذ إلا من الأصناف الخمس التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كذا قالوا فلكن ذاب فريق من الأحناف إلى أن الخضروات أو الأحناف رأيهم عموما أن الخضروات أيضا وكلمة الخضروات تشمل الفواكه وتشمل غير الفواكه فالتفاح والبرتقال والمانجو كل هذا تصنيفه في الخضروات هل عليه زكاة الجمهور على أنه ليست عليه زكاة وأرى الأحناف رأيهم أسد وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم وهذه استدلالات الأحناف قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فهذا عام وكذلك العموم في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد وكذلك العموم في صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالآلة النصف العشر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مستندات أو بعض مستندات الأحناف والزيتون والرمانة مشتبعا وغير متشابع كل من ثمره إذا أزمر وآتوا حقه يوم حصاده فهذه بعض استدلالات الأحناف فالخلاف قائم في الفواكه هل عليها زكاة أو ليس عليها زكاة الجمهور على أنها ليس عليها زكاة والأحناف يوجبون الزكاة فيها وراء الأحوط بل والأتبع للدليل في هذه المسألة رأي الأحناف والله أعلم هذا ما يتعلق بالسؤال الأول ترجمة نانسي قنقر